تميزت هذه المعركة التي تشرفت بقيادتها بقطعات كبيرة ومتنوعة ومختلفة بالتسليح والتجهيز وفي كل شيء وتمكننا بوحدة القيادة والسيطرة والعمل كفريق واحد من إنجاز مهمتنا وبقتال المستمر استمر تقريباً 18 و23 يوم بحدود 266 بمشاركة أكثر من مئة ألف مقاتل فرحة الخلاص من تنظيم داعش ووحشيته لعلي قبل أربع سنوات لم تتم ففي الأيام الأخيرة التي سبقت إعلان تحرير المدينة غيبتها قذيفة صاروخية سقطت على منزلهم في المنطقة القديمة بأيمان الموصل وقع علينا صاروخ 120 استشهد به جيراني استشهد به أربعة بنفس اللحظة يعني من الناس رأتني بس أخلص وتعين والحمد لله سصرنا عقود إحنا المحاضرين بس ما كمت الفرح أنه ما كان موجوده العاشر من تموز يوليو عام 2017 مرحلة جديدة من حياة الموصليين تخلصوا فيها من وحشية داعش وجرائمه التي خلفت تركة ثقيلة من الأزمات ما زال بعضها يطاردهم إلى الآن مثل أزمتي النزوح داخل وخارج البلد يقول أبو ناصر أن الوضع في مخيم الهول السورية محفوف بمخاطر كثيرة وضع غادي مساوي وضع مساوي يعني وضع يعني صار بإغتيالات والمخيم والحالة المعيشية صعبة غادي يعني الناس غادي عايشين بوضع مساوي إلى أبعد الحدود علاوة عن الوضع الأمني الخطر غادي لكن تحرير المدينة كان مكلفاً أحد عشر ألف منزل طاله الدمار وأكثر من ثمانين بالمائة من بناها التحتية تم تدميرها ولم تزل تعاني نقصاً في الخدمات وتراجعاً في البنى التحتية إذا اقتصرت عملية الأعمار على مشاريع صغيرة ومتوسطة كتأهيل بعض الطرق والأبنية الحكومية أما المشاريع الاستراتيجية كمطار الموصل وكورنيش المنطقة القديمة والفنادق الدولية فهي متوقفة أو متلكئة حركة الإعمار كانت فعلاً بطيئة أسباب منها ضعف الميزانية المقررة لمحافظة نينوى كذلك أسباب كورونا عام 21 إن شاء الله سيكون ميزانية ميزانية في جارية كبيرة جداً في عام 22 سنرى المشاريع ضخمة أمنياً وعلى الرغم من اصدار القضاء العراقي في نينوى أكثر من 30 ألف حكم قضائية بحق عناصر تنظيم داعش إلا أن تقارير أمنية أكدت وجود تحركات مكثفة لخلايا تنظيم داعش في المناطق النائية والوايرة من هذه المناطق تم أعلان تحرير المحافظة من احتلال تنظيم داعش لكن حركة الإعمار فيها لم تزل ممزوجة بصراع مع الفساد الذي يقول الأهالي إنه لم يزل يخيم على عدد من مؤسسات الدولة هيثم أحمد الحراء الموصل وينضم إلينا مباشرة من الموصل محافظ نينوى نجم الجبوري ليطلعنا على الذكرى الرابعة لتحرير الموصل من قبضة تنظيم داعش سيادة المحافظة أهلا بك أين كانت الموصل وأين أصبحت بعد التحرير أولا مساء الخير عليكم وعلى كل المشاهدين الكرام اليوم يوم عظيم لكل العراقيين بل لكل الشرفاء بالعالم اليوم يوم نفت خربي وهو اليوم اللي استطاعت قواتنا المسلحة بكل صنف من إنجاز شبه معجزة الحرب في الموصل على عصابات داعش هي من أشرس المعارك بعد الحرب العالمية الثانية وهذا ليس رأيي إنما رأيي أكثر المراقبين الحمد لله يعني كان الكثير يراهن أنه المعركة معركة نينوة معركة الموصل راح تستمر لسنوات بأقل من تسعة أشهر تم إنجاز النصر على هذه الإصابات واليوم الموصل لله الحمد والشكر بدأت تتعافى كثير من الأماكن في داخل مدينة الموصل أصبحت أفضل مما كانت عليه سيادة المحافظ هناك من يرى أن تحرير الموصل لا يعني التخلص من التنظيم ما رأيك؟ نعم نحن نعترف لا زالت إصابات داعش تحاول ومثل ما ذكر التقرير موجودين في مناطق نائية تفصلنا على الأنبار موجودين في سوريا موجودين في مناطق جبال الحمرين لذلك علينا اليقظة الدائمة وعلينا أن نستمر في ملحقة هذه العصابات علينا أيضا أن نستفاد من إمكانية التحالف الدولي بالاستطلاع وبالتنصت وأيضا بالضربات الجوية في سبيل القضاء النهائي على هذه الفلول طيب هل أصبحت القوات الأمنية كاملة الجاهزية لمواجهة التنظيم المتطرف لوحدها من دون حاجة التحالف الدولي لأن هناك فصائل تحاول ضرب وإخراج تدعو إلى إخراج القوات قوات التحالف الدولي وتقوم بتسيير سائط طائرات مفخخة أيضا صواريخ كاتيوشا ما موقفك أنت كمحافظ لمحافظة محررة من تنظيم داعش لو انسحب التحالف الدولي هل القوات الأمنية الآن جاهزة لمواجهة تنظيم داعش؟ أنا لست مع خروج قوات التحالف بالوقت الحاضر نعم لدينا قوات مسلحة تدربت تدريب جيد لدينا إمكانيات لكن لازالت لدينا ثغرات في بعض المفاصل وخاصة لذكرته ومنها الاستطلاع منها الضربات الجوية أنا باعتقادي نحن لازلنا بحاجة إلى وجود التحالف الدولي ما موقفك من الهجمات التي يتعرض لها التحالف الدولي من قبل فصائل مسلحة مدعومة من جهات سياسية بحسب المراقبين والتقارير التحالف الدولي موجود بموافقة واتفاق بين الحكومة العراقية والقادة الأمنيين هم أكثر المعنيين بهذا الملف ويدركون إمكانية الحاجة للتحالف الدولي ولذلك أنا أرى أنه لابد أن تحترم سيادة الدولة العراقية تحترم قراراتها طيب ولابد أنه والحكمة تقتضي أن نفكر قبل أن نتخذ قرارات ممكن أن نندم عليها ويمكن جنابك مراقب الوضع في أفغانستان نعم كيف بعد أن قررت قوات التحالف والخروج ماذا حدث هذا لا يعني أنه إحنا جيشنا وقواتنا الأمنية هي نفس إمكانية القوات الأمنية التي موجودة في أفغانستان لكن رأيي كعسكري سابق ومطلع على الأمور ومختص بالجماعات الإرهابية أنه لازمنا بحاجة إلى وجود التحالف الدولي سيادة المحافظة باعتبارك مسؤول بلاف الأمني الأول للمحافظة هناك من يتحدث ومراقبون الأمنيون يتحدثون أن معظم الاستهدافات لمطار أربيل بالطائرات المفخخة المسيرة والصواريخ تنطلق من سهل نينوى بمساعدة بعض الجهات الحكومية عفوا سياسية تسمعني سيادة المحافظ سيادة المحافظ تسمعني صوت انقطع أسمعك سألتك أن مهظم الاستهدافات التي تعرض لها مطار أربيل بحسب مراقبين تنطلق من سهل نينوى باعتبارك مسؤول الملف الأمني الأول كيف تعلق على هذه الهجمات ما دوركم أنتم في إيقاف هذه الهجمات باختصار سياسية المحافظ يعني الهجمات لا هي ليست جميعها من سهل نينوى تنطلق من مناطق على حدود كردستان وحتى مناطق بعيدة يعني الطائرات المسيرة تنطلق من مناطق في كاركوك مناطق أخرى ليست جميعها من مناطق سهل نينوى قيادة العمليات سواء كانت المشتركة أو عمليات نينوى حاليا يعني إذا تتخذ كافة الإجراءات للحد من أي اعتداء ينطلق من مناطق سهل نينوى أو أي منطقة في محافظة نينوى وأعتقد نجحة إلى حد كبير في تحجيم هذه الهجمات من التي تنطلق بالنسبة للعوائل التي نزحت تجراء تنظيم داعش متى سيعودون إلى مناطقهم وهناك من يتحدث بحسب تقارير المنظمات الأممية والدولية سيادة المحافظ يقولون أنه كانت هناك عودة قسرية لبعض النازحين الذين يسكنون المخايمات وأن معظم مناطقهم الآن خالية من الخدمات والبنى التحتية ما رأيك؟ لا لا الملف أكثر النازحين الذين يبقوا وعدناهم في مناطق سنجار وأنت تعرف والكل يعرف لا يمكن أن تعمر المناطق إذا لم يرجعون هلها أنت خمات ابني بالمناطق وما أحد موجود ملف سنجار بتعقيدات أكثر هو اللي ديعوق عودة النازحين من الذي يعقد عودة النازحين من الذي يعقد هل هناك جهة محددة تعيق عودة النازحين إلى سنجار نعم نعم هناك جهات يعني لحد الآن اتفاق سنجار مثل ما ذكرت يقتضي إن شاء لواء من الش هناك اختلافات سياسية هناك مجموعات أيضا مسلحة موجودة لا زالت في منطقة سنجار اختلافات سياسية هي التي تعيق أكثر مما تعيقها الأمور التي تقصدها أنت بالخدمات أو غيرها احنا كثير من المناطق رجعوا النازحين والخدمات رجعت لها انت ما ممكن أن تنش خدمات في أماكن ما بها ناس يعني كثير من النازحين رجعوا مناطق أخرى وتم عادة الخدمات لها يعني احنا عدنا بمحافظة نين وجميع المخيمات النزوح تم غلق وعاد وعاد مخيم الجدع كثير من المخيمات أغلقناها بالنسبة لأهل اليزيديين مسألة سنجار أكثرها مسألة تحتاج تدخل جراحي من الحكومة المركزية وحكومة كردستان وأن تقعد الأطراف في سبيل تطبق اتفاقية سنجار ويعودون النازحين شكرا شكرا جزيلا مباشرة من الموصل المحافظ نينوى نجم الجبوري شكرا جزيلا لك سيادة المحافظ ترجمة نانسي قنقر